قلت لكم من كام يوم النادي العلي بيفكر في تجديد التعاقد او تعديل تعاقد مراوان عطية هو اتحدد معاه جلسة بداية الشهر اللي جاي بإذن الله شهر نوفمبر عشان يتم تعديل التعاقد بتاعه يعني يزيد المقابل المالي اللي هيخده وياخد الوقت 7 مليون هم عايزين يزودوه ل11 مليون جنيه في الموسم مع تمديد التعاقد لسنتين اضافيتين في التعاقد بتاعه دعاين مهم ولا أبالغ يعني لو قلت انه مراوان عطية حاليا يقدم أفضل أداء للعب رقم 6 في مصر لو حطينا مشاركاته المحلية مع النادي العلي ومع منتخب مصر عشان حد يروح ناطيتلي دلوقتي يقول لي ودونجا ومهند لاشين كلهم لعبة عظيمة أنا بتكلم انه دول أضافوا بشكل رائع جدا لفرقهم ومراوان خد فرصة مع المنتخب فأضاف للمنتخب وأدم مباراة كويسة فمراوان منتخب وأهلي رائع الباقي ممتازين ما عنديتهم لحين ما ياخدوا فرصة مع منتخب مصر سيقول انهم الأفضل بس مراوان حتى يازل اللحظة أكيد الأفضل جهكي موسيقى